تستغرق مراحل صناعة الفيلم وقتا طويلا الطول من مراحل صناعة المسلسل حيث يحتاج الفيلم أيام تصوير أكثر من تلك التي يحتاجها تصوير نفس عدد الصفحات من المسلسل ويعود هذا أساسا إلى أهمية الصورة في السينما حيث يمكن لحركة الكاميرا واللقطات الطويلة الصامتة إصال الرسالة في الفيلم وهو ما لا يمكن للمسلسل الذي يعتمد على الحوار بشكل رئيسي للقيام به إضافة إلى أن مرحلة هندسة الصوت والمونتاج للأفلام تأخذ وقتا أطول بكثير من حلقات المسلسل التي غالبا ما يكون إنجازها محدودا بجدول زمني قصير المدة أفي النتيجة النهائية تحتوي المسلسلات على الكثير من المشاهد الزائدة التي توضع بهدف ملء الوقت المحدد لحلقه بينما لا تحتوي الأفلام على أي مشاهد مملة أو حوارات زائدة ولذا تحتاج في المقابل تركيزا أكبر من المشاهد كما أن المسلسلات وخاصة التي تمتد على مواسم عدة تتطلب التزاما طويل الأمن بينما تتروح مدة الفيلم بين حوالي الساعتين إلى ثلاث ساعات على الأكثر في المقابل فإن طول مدة عرض المسلسل تساعد على بناء الشخصيات أكثر تعقيدا وعمقا عادة ما تكون درامية أو كوميدية حيث نجد الجمهور بعد مدة مهتما بشخصيات المسلسل وردات فعلها أكثر من اهتمامه بالحدث الذي يفقد إطارته بعد فترة معينة وقد تميزت المسلسلات في العقد الأخير بتمكنها من إشراك المشاهدين في عملية الإنتاج من خلال الاستمتاع إلى آرائهم وانتقاداتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي مما ساهم في تحويل العديد منها إلى ظواهر اجتماعية تقافية عالمية وهذا لم تستطع الأفلام القيم به نظرا لأنها تقدم الجمهور بشكلها الفني النهائي وليست على دفعات متثالية وعادة ما يحتوي الفيلم على رؤية مخرجين واحدين يكون مشرفا على مراحل صناعة الفيلم حتى النهاية بينما يتعدد المخرجون في المسلسل ولذا كثيرا ما ينال كاتب أو كتاب المسلسل الفضل عوضا عن مخرجيه نظرا للجهد الكبير الذين يقومون ببدله مقابل جهد المخرج الذي قد يوجد في حلقة محددة وغالبا ما تعرض المسلسلات من وجهة نظر إحدى الشخصيات أو من وجهة نظر الراون مما يعطي المشاهدة دورا سلبيا كمتلق فقط بينما تسمح لنا السينما باستكشاف القصة بمفردنا دون أن يتم توجيهنا الأمر الذي عبر عنه المخرج الفرنسي جون لوك جودا بقوله الدراما الحقيقية في السينما تحصل بين شاشة العرض والجمهور ما يميز الجمهور السلسلات هو أنها تمنح المشاهدة نفس التجربة تقريبا عند مشاهدة كل حلقة أي أننا نعرف في كل مرة أن هذا المسلسل بوليسي أو كوميدي أو إلى آخره وغالبا ما تكون الشخصيات في أعمار تابتة إضافة لمواقع التصوير التابتة وغيرها بينما يمكن للفيلم أن يفاجأنا في سير أحداته حيث أن مدته القصيرة تمنحه حرية أكبر في الإبداع والتجريب وكسر الطرق الصرد التقليدية في النهاية هناك الكثير من المسلسلات التي أظهرت حسا إبداعي مشابها لذلك الذي نراه في السينما وفي المقابل هناك الكثير من الأفلام التجارية التي تنتج سنويا بهدف الربح لذا فإن محاولة انتقاء سواء الأفلام أو المسلسلات حسب الطلب وحسب الضوء وحسب الرؤية وحسب التوجهة الفنية شكرا على حسن المتابعة المشاهد تيفي قبل ما تخرجوا لا تنسوا تابعنا في لعشان يوتيوب وبارتاجيوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا شدي رجم ترجمة نانسي قنقر شكرا على المشاهد